السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, how are you? I am happy to meet you again. I am Mrs. Sherine Nouraddeen. We are going to talk about information communication technology, the ICT subject. أهلاً وسهلاً بيكو طلاب الأعزاء. معاكم Mrs. Sherine Nouraddeen. هنتكلم ونكمل كلام مع بعض على منهج ICT. ونكمل معانا الدرس الخامس. الدرس الخامس بالنسبة لنا بيكلم عن بعض المشاكل اللي بتقابلنا some problem والسليوشن بتاعتها وانت بتشتغل على الكمبيوتر. هنشوف بعض المشكلات والحلول اللي انت بتحاول تحلها بيها. طيب، احنا عارفين فرد هيبرت يوزيز وورد والإكسل والباوربوينت وميك برزنتيشن أباوت هز ديسكافرز. يعني مستر فرد اللي احنا كنا بنتكلم عليه كان بيستخدم برنامج الورد وبرنامج الإكسل والباوربوينت علشان يعمل عروض تقديمية يقدم فيها المستكشفات بتاعته. كمان بيستخدم الإيميل يعني بيستخدم الإيميل والفيديو كونفرنس اللي برامج الفيديو اللي كان بيستخدم فيها الزوم والواتساب علشان يشارك معلوماته مع الطلبة بطول. يعني المشكلات اللي بيقابلها سواء كانت ترتبط بالدفايس بتاعه بالجهاز أو بالسوفتوير يبقى عندي مشكلات تخص الكمبيوتر بتاعي والسوفتوير بتاعه أو مشكلات تخص الانترنت لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا نوعين من المشكلات وهنشوفهم دلوقتي حالا مع بعض عندي نوعين من المشكلات نوع يخص الديفايس بتاعك اللي هو الكمبيوتر بتاعك والسوفتوير اللي عليه أو نوع يخص الانترنت يبقى دول أنواع اللي ممكن تقابلهم طب لازم تتبع الخطوات دي وانت بتحل المشكلات اللي بتواجهك أثناء العمل مع الكمبيوتر نمبر وان اندفايد ذا بروبلم ادنتفاي ذا بروبلم يعني ايه ادنتفاي ذا بروبلم يعني اول خطوة لازم تعملها تحدد مشكلة تكفين ايه هي المشكلة المشكلة تخص الكمبيوتر ولا تخص الانترنت احنا قلنا عندنا نوعين من المشكلات اوكي طيب نمبر وان هي مشكلة تخص الهارد وير او السوفت وير يعني انت جربت الغلطة دي او الخطأ ده هو السبب ايه في المشكلة عرفت ايه مشكلتك يبقى نمبر وان عندي ادنتفاي ذا بروبلم حدد المشكلة يعني مثلا تعالوا نفكر مع بعض ممكن يكون معايا مشكلة تخص اتصال بالانترنت ايه المشكلة مثلا مفيش انترنت دي مشكلة يبقى نمر واحد اول حاجة هعملها عندي ان انا ادنتفاي ذا بروبلم طيب نمبر تو نمبر تو عندي بتقول ايه بتقول يعني ايه بلاننج يعني خطط يعني حط مجموعة من الاحتمالات لحل المشكلة بلاننج think about and plan different ways you might solve the problem خطط حط مجموعة من different ways يعني طرق مختلفة علشان you might solve the problem اللي هي ممكن تساعدك لحل المشكلة تعالوا نفكر مع بعض لو انا قلت عندي المشكلة بتاعتي الخطوة الاولانية احدد المشكلة المشكلة بتاعتي i can't connect the internet يبقى المشكلة تخص الانترنت ان انا مش عارفة توصل بالانترنت طيب الاحتمالات بتاعتي او الخطط اللي هي حطها اول حاجة اول حاجة هقول ان ممكن يكون عندي الروتر في مشكلة فدي نمبر ون يبقى ايه your problem about the router او الاثرنت كابل في مشكلة كابل الاثرنت او الشركة اللي انا متصلة بيها بتاعت الانترنت service provider ال ISP هي اللي عندها المشكلة يبقى انا لازم احط لنفسي التلات احتمالات فين المشكلة فيهم طيب الخطوة اللي بعد كده go through your potential solution to the problem يعني ابتدي جرب الحلول اللي انت حطتها they each one until you find a solution or get to your final idea without solving it المجموعة الخطوات او مجموعة الحلول اللي انا اقترحتها على نفسي انا قلت ممكن يكون الروتر ممكن يكون الاثرنت كابل ممكن تكون شركة الانترنت service provider دي هي مجموعة الحلول اللي انا حطتها المفروض ان انا ابتدي اجرب كل حل للproblem طيب لو انا جربت الحل الاولاني والمشكلة تحلتي بانا تمام طيب لو انا رحت على الروتر وعملت له restart ومع ذلك المشكلة لسه شغالة هروح على الحل التاني ممكن يكون الاثرنت كابل هو اللي فيه مشكلة ممكن اغير الاثرنت كابل او التك عليه اتأكد انه متوصل فتتحل المشكلة في الحالة دي خلاص انا حلت مشكلتي طيب افرد ان انا عملت كده وبرضو المشكلة ما تحلتش هروح 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 لنمبر سري اللي هي اي حل من الحلول بيساعدك بيساعدك ان انا بعمل تانية للسليوشن بتاعتي دول التلات خطوات اللي انا بحل بيهم المشكلة ومش معنى ان انا معرفتش اوصل ان انا فشل لا خالص انت لما ما حلتش المشكلة النهاردة وطلبت المساعدة من معناها ان انت برضو خدت تجربة او تعلمت مجموعة حاجات هتساعدك في المرة القادمة طيب وبقى نشوف مجموعة من الكمبيوتر بروبلم and الفوسيبول سليوشن ايه البروبلم الاولانية بتاعتي هاللي بايلك احنا عندنا نوعين من المشكلات حاجة تخص ماي كومبيوتر والسوفتوير بتاعه وحاجة تخص ماي كونيكشن والانترنت بتاعه يبقى انا اول حاجة بحدد المشكلة الانترنت البروبلم نمبر الكمبيوتر سليوز داون وين اوپنج ان اب يعني ايه يعني الكمبيوتر بتاعي بيشتغل ببط بسلو داون يعني بيشتغل ببط اما وين اوپنين ان اب يا وانا بفتح اي تطبيق على الكمبيوتر بلاقي الكمبيوتر بيشتغل ببط طيد هي المشكلة دي تخص ماي كمبيوتر ولا تخص أنا مليش دعوة خالص بالإنترنت دلوقتي ده أنا بفتح تطبيق من على الكمبيوتر بتاعي يبقى الكمبيوتر تخص المشكلة تخص الكمبيوتر بتاعي في الحالة دي الحل من ناحية الكمبيوتر مش هفكر خالص لا في الروتر ولا في مشكلات الانترنت إيه بقى الحلول المحتملة أو أنا هفكر في إيه الخطوة الأولانية أعمل shut down and restart طيب طيب يفرض أن أنا عملت shut down وعملت restart الكمبيوتر بتاعي وبرضه لسه الابليكيشن بتوعي بيفتحه بالراحة هروح للإحتمال التاني وهقوله software update يعني إيه يعني لازم البرامج الموجودة عندك يكون معمول لها update معمول لها تحديث البرامج زي إيه البرامج زي الانتيفيروس مثلا لو أنت حطت انتيفيروس على الكمبيوتر بتاعك لازم تعمله update علشان وهو متحدث بيقوم بوظيفته صح لكن وهو بالفرجن القديم أو وهو قديم مش معمول له update بيبقى بيعطل الكمبيوتر وبيقلل سرعة الجهاز عندي فلازم الخطوة التانية أعمل check for software updates طيب إيه بقى لو أنا عملت كل ده بعض الأحيان delete unwanted apps يعني إيه delete unwanted apps يعني بعمل عملية مسح للتطبيقات اللي أنا مش محتاج لها أصلا التطبيقات اللي مش محتاج لها شيلها لأنها بتاخد مساحة من الكمبيوتر بتاعي على الفوتي طيب المشكلة التانية browser running slow browser running slow البراوزر عندي بيشتغل ببطء يعني إيه بيشتغل ببطء يعني بفتح البراوزر اللي يخص الانترنت ولا إيه بطيع طيب بما إن البراوزر يعني مشكلة تخص الانترنت أو ال my connection اروح رايح رايح على طول أفكر في المشكلات اللي تخص ال connection أول حاجة عندي أروح شايفة ال wifi ال wifi شغالة كويس أوكي طيب البرامج بتاعتي معمول لها update على ال device علشان لما جي أداونلود بيعمل مشكلة برضو في بعض الأحيان أوكي طيب ايه كمان المشكلة اللي بعد كده بيقول لي مش بقى slow زي اللي فاتت ده بيقول لي no internet connection no internet connection يعني مفيش انترنت أصلا بما إنه مفيش انترنت أصلا يبقى أنا هروح على طول أكتشف المشكلة اللي عندي في ال wifi ال connection ولا أروح للروتر طبعا إحنا بنحط الاحتمالات ولا أروح أشوف الروتر بتاعي check that the router is connected هو الروتر متوصل صح؟ طب ريستارت الروتر بتاعي أعمل له ريستارت طب افرد عملت له ريستارت وما تحلتش المشكلة try a new ethernet cable يعني ايه؟ يعني هات كابل ethernet جديد ووصله لو كان مفيش انترنت وبرغم كده أنا موصل الكابل القديم بس برضو مفيش انترنت أوكي؟ طب يبقى ده حل من ضمن الحلول أوكي؟ طب افرد أنا عملت كل ده وبردو لسه عندي مشكلة في الحالة دي زي ما قلتلك هنروح نتصل بشركة ال internet service provider اللي هي شركة النت بتاعتي واقول لها على المشكلة عشان تساعدني بس في الحالة دي ممكن اخلي اي حد من ممتع بابايا او اخيك كبير او teachers هم يساعدوني في الحالة طيب المشكلة الرابعة slow to download يعني اما باجي اعمل download على حاجة download دي معناها حاجة على الانترنت وانا بعملها download download دي مشكلة عندي يبقى اعمل ايه؟ ها؟ تخص الانترنت هروح رايحة على طول على الروتر بتاعي اول خطوة كلنا بنعملها لما بتحصل لنا مشكلة تخص الانترنت ان انا بروح عاملة restart للروتر اوكي؟ طيب وبعدين اروح رايحة عاملة اكتشف السرعة بتاعت الانترنت بتاعتي عاملة ايه؟ طبعا لو انت شغال بالواي فاي يفضل ان انت تركب الاثرنت كيبل علشان تعرف تعمل download او upload بسرعة كبيرة سرعة الانترنت بتختلف من الواي فاي للاثرنت كيبل او اشوف سرعة الانترنت في الشركة اخبارها ايه؟ اكي؟ طيب الليسون نومبر سري سيكس بيكلم عن digital file management يعني تنظيم الملفات الرقمية او تعامل ادارة الملفات الرقمية يعني ايه digital file؟ يعني الملفات بتاعتك اللي هي السور images your songs your lessons your videos الحاجات بتاعتك اللي انت حطيتها على الكمبيوتر سواء كانت على الكمبيوتر او على الموبايل انت لازم تنظمهم بشكل معين علشان تبقى سهل الوصول اليهم اوكي؟ طيب ارتب حالي ازاي؟ ارتب الكمبيوتر بتاعي ازاي؟ نمرة واحد بقولك الانفورميشن is everywhere يعني ايه الانفورميشن is everywhere يعني انت الستودينت بيلاقوا الانفورميشن بتاعتهم بيلاقوها فين؟ where are students finding information؟ number one we find information in libraries you can find information in libraries سواء كانت school library او سواء كانت المكتبات العامة او سواء كان فأي مكتبة من مكتبات you can get books to get information from libraries number two you can get information on the internet a lot of information on the internet يو مست انت لازم جو تو تراستد ويبسايت. يعني ايه تراستد ويبسايت? يعني المواقع الموصوق فيها. ما ينفعش تروح اي موقع وتجيب منه معلومات. يعني ما ينفعش اجيب معلومات من الواتساب او من الفيسبوك. ليه? لان هي انتراستد. وناخدنا المواقع الموصوق فيها والغير موصوق فيها التراستد والانتراستد. كدناها السنة اللي فاتت. من ضمن المواقع التراستد كان عندي ناشونال جيوغرافيك وكان كمان عندي ايجيبشن نولوجبانك اللي هو بنك المعرفة المصري. you can get a lot of information from ايجيبشن نولوجبانك or national geografic or wikipedia. ليه? يبقى لما تجيب معلومات من على الانترنت. you must go to trusted website. كمان you can scan qr code. qr code اللي هو رمز الاستجابة السريع. you can scan qr code by your mobile to get video or to get some information. بعض الكتب بتلاقي فيها ومعظم الكتب دلوقتي بتلاقي فيها ال qr code ده في نهاية الدرس. بيسمح لك بان انت you can see a video about your lesson. يعني بيجب لك فيديو عن الدرس اللي انت اتفرقت عليه. اوكي? يبقى you can scan qr code by your device by your mobile to get lot of information quickly. تقدر تحصل على المعلومات بسرعة كبيرة. طبعا. you can you use the images scanner and save them for you uh later use. يعني ايه? you can scan uh your picture. لما يكون عندك picture يعني uh papered picture. يعني صورة ورقية. you can scan it with scanner or with your mobile to save it on your computer or save it on flash memory. يعني تقدر تستخدم السكانر علشان تعمل السكان لبعض الصور الورقية وتحفظها على الموبايل بتاعك او تحفظها على الكمبيوتر بتاعك او تحفظها على ال flash memory بتاعتك علشان تنقلها او او تديها لصحبك او لاصدقائك او تنقلها من مكان لمكان. you can store and share information with flash memory. flash memory بتستخدم عشان store and share information. اوكي? طيب. how to get organized using ICT tools. انا بقى انظم الكمبيوتر بتاعي ازاي باستخدام ادوات التكنولوجيا ال ICT tools. الخطوة الاولانية زي ما انت شايفين create the main folder. create the main folder انت لازم تcreate او يفضل ان انت تنشئ folders مجلد وتحط في حاجاتك. تعمل عملية التنظيم للكمبيوتر بتاعك. يعني folder كبير وتحط فيه folders بتوعك او تنظم العملية عشان توصل له. تبكرية folder ازاي? write click on desktop. يعني انت بتقف على desktop او بتقف على اي مكان فاضي بتعمل write click. choose new then choose folder. يبقى اول خطوة write click واختار new واختار من كلمة new folder. فانت بتنشئ المين folder او الفولدر الاساسي. طيب. number two عندي add sub folders. تقدر جوه الفولدر اللي انت عملته تضيف folders فرعية او sub folders او مجلدات فرعية. انا بعمل folder رئيسي وبحط جوه الفولدر الفرعي. يعني ايه? يعني ممكن تعمل لنفسك folder اسمه folder. زي ما احنا هنشوف كده دلوقتي اهو. انا عملت لنفسي كده folder اسمه five. آآ وسنة الفين آآ تلاتة وعشرين. ده الفولدر الرئيسي. حطيت جوه folder تاني اسمه first turn. آآ ينفع احط جوه folder تاني? آآ طبعا. انا بحط folder جوه folder اهو. واقدر من جوه المين folder ادوس على كلمة new folder دي? زي ما انتم شايفين? فيعمل لي sub folder inside the main folder. يبقى انا you can add sub folder inside the main folder. تقدر تحط مجلد فرعي جوه المجلد الرئيسي. طب انا ليه بعمل كده? بنظم العملية. يبقى number one create the main folder. وبعدين number two create sub folders inside the main folder. وبعدين ببتدي لازم ادي له number three give each file a name. او give each folder a name. يعني الفولدر ده انا سميته first term. اعمل folder تاني اسمه second term. وبعدين ادخل جوه first term. وابتدي اعمل folders بتوعي او احط الملفات بقى files بتوعي. خد بالك. هنا انا عندي folder بتاع سنة خمسة. وحطيت جوه folder تاني اسمه first term. وجوه folder اللي اسمه first term بدأت احط الفايلز بتوعي اللي انا منظموهم. دي مثلا اه فريدريك هيبرت اهو. وده powerpoint presentation. سواء كان اللي انت هتحطه ده document يعني ملفات ولا صور ولا videos تقدر تحطها في in the correct folder. يبقى place documents and videos in the correct folder. اوكي. انا كده بعمل عملية تنظيم. ان انا بcreate المين folder. وحط جوه create folder. وجوه sub folder احط document بتاعتي بطريقة تنظيمة. احنا كده خلصنا درس رقم خمسة والدرس رقم ستة. نبتدي نحل عليهم اسئلة. السؤال الاولاني بيقول try a new ethernet cable. هجرب كابل ethernet جديد. امتى? معنى كده ان انا عندي مشكلة في الكمبيوتر بتاعي. هل يا طرى المشكلة دي تخص الانترنت ولا تخص الكمبيوتر نفسه? تخص الانترنت. طالما اتكلمت على ال ethernet cable يبقى تخص الانترنت. طيب. الكمبيوتر slow is when opening an app. الكمبيوتر بيشتغل ببطء. لما باجه افتح تطبيق معين. ولا there is no internet. ولا very very downloading slow. هنا بيقول لي هتجرب ethernet cable جديد اصلا. هروح اجيب كابل جديد واجربه. معنى كده ان الكابل القديم ما كانش شغال. يبقى انا ما كانش عندي انترنت اصلا. اوكي? طيب. السؤال اللي بعده. نقطة folders help us to manage files using information technology. ايه? الحل من دول. creating folders ولا deleting folders ولا copying folders. يعني لما عشان يساعدني في تنظيم ملفاتي. برافو عليكم. creating folders. سؤال اللي بعده. which problem would you use ethernet cable to solve it? اي مشكلة من المشكلات اللي جايين دول. هروح مركبة ethernet cable. يعني انا كنت شغالة على الانترنت. بس ما كانش عندي ethernet cable. هحط واحد. هحط. هستخدم ethernet cable. اوكي? not able to store files. يعني مش عارفة احفظ الملفات بتاعي اعملها save. ولا a poor video conference connection. ولا processing large files. يعني عندي ملفات مسيحيتها كبيرة وعاوز اتعامل معاها. مش عارفة اخزينها فين. طبعا انا كنت شغالة على الانترنت. وهروح اجيب كابل الاثرنت واركبه. ليه? علشان وانا شغال في الفيديو كونفرنس اللي اشارة كانت ضعيفة باستخدام الواي فاي. في الحالة دي هروح اجيب واحد واركبه. مش واحد جديد بقى يعني كان هنا بيقول لي واحد جديد معناها اني كان عندي واحد متركب وما فيش انترنت. لكن لا هنا بيقول لي في انترنت بس يعني الاتصال فقير. يعني الاتصال ضعيف. في الحالة دي بشيل الواي فاي بسيب الواي فاي واشتغل بالاثرنت كيب. طبعا. what the first steps that helps you to organize data in your computer. ايه الخطوة الاساسية الاولى اللي بتساعدك ان انت تنظم آآ بياناتك على الكمبيوتر. ها الخطوة الاولانية add sub folder ولا type name for the for the folder ولا create the main folders. برافو عليكم. الخطوة الاولانية create the main folders لان دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية مين هيقول لي? برافو عليكم. add sub folders دي هي هتبقى number two. هي دي هتبقى الخطوة التانية. اوكي. وادل كل واحد اسم دي لخطوة رقم three. برافو عليكم. طيب. بيقول لي check for software updates. يعني انا رايحة للسوفتوير اللي على الكمبيوتر بتاعي وعمله update. بمعنى كده ان المشكلة تخص الكمبيوتر بتاعي. ما تخصش الانترنت. اوكي? ما تخصش الانترنت. طيب الاختيارات بتقول there is no connection. يعني مفيش اتصال بالانترنت. انا قلت ان مشكلتي بتخص السوفتوير والupdate بتاع السوفتوير. يعني ملوش دعو بالانترنت. الكمبيوتر سلوز opening an app. يعني بيفتح التطبيق. بيفتح اي برنامج ببطء. ولا downloading file is very slow. downloading برضو يخص الانترنت. بمعنى المشكلة بتخص الكمبيوتر بتاعي. السوفتوير بتاع الكمبيوتر. يبقى في الحالة دي اختار computer slows opening an app. يعني بيفتح التطبيقات ببطء. number six. بيقول لي the best way to collect information is getting it from. افضل طريقة احصل عليها من احصل على المعلومات منها هي ايه? الفيسبوك ولا البوكس ولا الواتساب? طبعا احنا قلنا ان لازم احصل على المعلومات you must get information from trusted website. طيب الفيسبوك is facebook a trusted website? is whatsapp a trusted website? لا طبعا. لا طبعا. الاثنين مش trusted. يبقى التراستد عندي هي البوكس او ال national geographic او ال tv channels. ال tv channels اللي هي قنوات التعليمية على التلفزيون. دي برضو trusted. تقدر تحصل منها على المعلومات بتاعتي. طبعا. السؤال اللي بعده بيقول when the browser running slow? لما البروزر يكون شغال ببطء. ها. البروزر شغال ببطء. يبقى مشكلة تخص الانترنت. هروح اشوف بقى الحلول بتاعتي. delete unwanted apps من على الكمبيتر بتاعي. اشيل البرامج الغير مرغوب فيها. دي لو كانت المشكلة تخص الكمبيتر بتاعي يبقى ده حل من الحلول. لكن المشكلة تخص البروزر يبقى الانترنت. check wifi signal. خد بالك شوف اشارة ال واي فاي. turn off your computer واعمله restart يعني. اعمل turn off وrestart للكمبيتر بتاعي. لو المشكلة تخص الكمبيتر هشوف يا اما اشيل ال unwanted apps يا اما اعمل restart للكمبيتر بتاعي. لكن بما ان المشكلة تخص البروزر ولازم نخلي بالنا من كده. تخص البروزر يبقى انا هروح على طول على الحلول اللي تخص الانترنت اللي هي check wifi signal. to store and share information عشان اخزن واشارك المعلومات. باستخدم ايه? باستخدم ال scanner ولا ال printer ولا ال flash memory. ايوة برافو عليكم. انا بعمل storing information on flash memory. وما لل scanner دي? باستخدمها ليه? اسمع بقى ولا دي يقولولي. برافو عليكم. ال scanner دي بعمل بها سكان لأي صورة علشان احفظها على الكمبيوتر عندي. ومالقي ال printer? ال printer بتطبع ورقة موجودة على الكمبيوتر عشان اخرجها من الكمبيوتر بتاعي. يبقى دي input unit ودي output unit. يعني دي بتدخل الكمبيوتر ودي بتخرج من. هنشوف بقى نوع تاني من الاسئلة اللي هو right or wrong? we use flash memory to store transfer and share information online only. طيب بصوا بقى. الجملة دي we use flash memory to store. ايوة الفلاش memory انا بستخدمها ايوة عشان اعمل store. وعشان اعمل transfer. وعشان اعمل share. اونلاين ايوة بستخدمها اونلاين. ان انا مثلا ممكن يكون عندي معلومات على البراوزر بتاعي. وبعمل لها save على الفلاشة على طول. او عندي معلومات من الفلاشة بتاعتي. وبعمل لها upload على الانترنت. يبقى كل الجملة لحد هنا صح. طيب. امال ايه بقى اللي يخليني اقول ان الاجابة بتاعت الجملة غلط. شايفين كلمة only? only معناها فقط. من على الانلاين فقط. لأ. الفلاش ميموري اقدر store you can store or transfer or share information على on the flash memory. اونلاين ووفلاين. يعني ايه اوفلاين? يعني تقدر تستور تقدر تحفظ ملفات على الفلاشة. وتبدي الفلاش ميموري دي لحد من صحابك. فتعمل transfer للبيانات بتاعك. transfer يعني انا تبادل المعلومات او share. اوكي? طيب. يبقى انا في الحالة دي ايه بقى اللي يخليني اقول على الجملة دي انها غلط? ان الجملة دي تجاوبت غلط لما شفت فيها كلمة only معنا كلمة only يعني هو بيشتغل online فقط. وده طبعا خطأ. طيب. يبقى لو ما كانتش موجودة كلمة only. هنخلي الجملة صحيحة. shutting down the router is one of the ways to solve the slow down download problem. يعني مشكلة slow download. يعني بعمل download ببطء. من ضمن الحلول بتاعتي ان انا اعمل shutting down to the router. باقفل الروتر. ورستاره يعني علشان احل المشكلة. قال طبعا دي مشكلة بحلها بان انا اول خطوة باقفل الروتر. تاني خطوة بروح اشوف الاثرنت كابل. تالت خطوة بشوف الواي فاي. الاشارة الواي فاي بتاعتي. سرعة الواي فاي. بعدين اكلم شركة الانترنت. الانترنت سيرفز بروفايدر. تمام? طيب. you can add main folder inside subfolders to manage files. بحط add main folder. بحط folder رئيسي جوة السبفولدر. you can add main folder inside subfolders. طبعا الاجابة دي خطأ. لاني عندي المين فولدر بحط جوة السبفولدر. يعني you can add subfolders inside the main folder. يعني العكس هو الصحيح. if an idea you have doesn't solve a problem, it may uh, contribute. يعني لو انت عندك مشكلة وحاولت تحلها والحل ما ما حلهاش. doesn't solve the problem. لو انت مشيت في بعض الافكار ومشيت بعض الخطوات وانت بتحل مشكلة وجات لك افكار. وفي نفس الوقت ما حلتهاش. هل يا طرى ده حيساعدك في حل المشاكل القادمة? طبعا لاني انا تعلمت مع بعض الخطوات اللي بعملها. لما تحصل مشكلة المرة الجاية هقدر احل المشكلة. identifying the problem is the last step in solving computer problems. يعني تحديد المشكلة هي الخطوة الاخيرة في حل المشكلات. identifying the problem is the last step in solving computer problems. لأ احنا قلنا اول الخطوة عندي ان انا identifying the problem. يبقى الكلام ده غالب. ال qr code is used to get information quickly and easily. برافو عليكم. ايوة. ال qr code من ضمن الوسائل اللي بتوصل بيها للمعلومات بسرعة وبسهولة. تمام? اه دي ال qr code اللي احنا لسه كنا بنسأل عليه. تقدر تعمله سكان بالموبايل بتاعك علشان يجيب لك اسئلة الدرس اللي احنا لسه حلين ها دلوقتي. اوكي. وكمان تقدر تاخد اللينك بتاع الاسئلة هيكون موجود معاك في الشات. تقدر تحل الاسئلة. عدد كبير جدا جدا بجد من الطلبة. حل الامتحاء الاسئلة. وتقدر كمان لو انت ما وصلتش للدرجة النهائية في اول مرة. تعيد الامتحاء مرة تانية وتالتة وربعة. لحد ما تحفظ الاسئلة او تفهم الغلطة بتاعتك كانت فين. وزي ما قلنا اي غلط انت بتعمله في مشكلة وما بيحلهاش النهاردة بيعلمك عشان تحلها المرة اللي جاي. ساعدت بكم جدا ونتقابل للمرة الجاية على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة